أخيراً الملك محمد السادس يدخل على الخط في العلاقات ما بين فرنسا والمغرب إيران تبحث سراً عن اليورانيوم في الجنوب الجزائري والمنتظم الدولي يراقب بقلق موت سيبي يحضر إلى المغرب دون أي استقبال من لقجاء أما رئيس الفيفا فيرد على الصحف الجزائرية بطريقته الخاصة وأخيراً إسبانيا تعلق جميع الرحلات البحرية مع ميناء طنجة المتوسط هذه أهم عنوين اليوم يبقى معنا للآخر لمعرفة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القرام زوار موقع المهاجر كما العادة كما دائماً معكم سوفيا المرزوقي بأخير الأخبار وأخير المستجدات نتمنى تكونوا بأخير وعلى آخر في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال وجمعة مباركة للجميع إخوان أنت حدثوا على مواضيع مهمة جداً من بداية العلاقات ما بين فرنسا والمغرب وآخر ما قام به الملك محمد السادس في هذا الأمر هذا قد ندوزوا كذلك الإيران اللي كتحاول تقوم بأمور عذائية وبطبعة الحال المنتظم الدولي كله كيراقبها في الجزائر كتواجد حالياً قد ندروع على الأمر اللي تحدثنا عليه سابقاً هو دي الموتسيبي والتصريحات دياله الأخيرة قد نعطيكم الدليل على أن فعلاً تصريحات دياله وكم فيها لبس في نهائي شان الجزائر والدليل رهو قع بطبيعة الحال بعدم استقبال موتسيبي من طرف القجاع قد ندروع على رسالة من رئيس الفيفا والجهاز الإعلام الجزائري وأخيراً قد نتحدثه على إسبانيا اللي علقات الرحلات البحرية ديالها مع طنجة المتوسط نبدأوا على بركتي للإخوان بأول خبر غن تحدثوا عليه وهو بطبيعة الحال كما قلنا لكم التدخول ديال الملك محمد السادس أول شي قبل ما نبدأوا نعرفوا شنو هو التدخول ديال الملك محمد السادس وكيفاش تم الإعلان عليه وحتل هاد اللحظة هدي وعلاش بالتطبط في هاد اللحظة هدي أولاً المغرب كان كينوي علاقات جيدة مع فرنسا بكل حسنينية المغرب كانت عنده حسنينية مع فرنسا وإذا تعقلوا الإخوان في هذا المنبر المتواضع كنت قلت لكم أن المغرب كان عنده ربعات الأسماء ديال السفراء اللي كان غد يعينهم بطبيعة الحال خلفاً لبن شعبون في باريس بن شعبون اللي جاتوا واحد المهمة تكلف بمهمة وطبيعة الحال هذا كان طريقة ديال الرد ديال المملكة المغربية من بعد ما فرنسا سحبات السفيرة ديالها بنفس الطريقة هنا قد نقول لكم بأن المغرب داز من المرحلة ديال التحذير اللي كانت السنة الماضية وهي في داك الخارجات ديال الوزير الخارجي المغربي فاش كان كيقول لهم مغرب الأمس مشي هو مغرب اليوم داز المغرب دابا حالياً من مرحلة التحذير لمرحلة التطبيق المغرب خاصو يطبق إلا ما طبقش بطبيعة الحال وما تتعاملش بهالطريقة هدي مع من يرى نفسه أكتر أو كيتحدث من الأعلى وفي هذه الحالة هدي في إشارة لفرنسا قد يتبقى الكلام دياله حبر على ورق ولكن على ما يبدو أن المملكة المغربية دازت التطبيق دازت التطبيق دازت المرحلة التانية اللي هي التطبيق من بعد ما كانت السنة الماضية كتحذر فجوقت التطبيق فيما يخص العلاقات مع الدول الأوروبية أنا أعطيكم مثال أقرب مثال هي إسبانيا إسبانيا اللي فهمت الرسائل ديال المغرب والسعبتها مزيان وعرفت شوني الخطوط الحمراء ديال المملكة المغربية اللي هي الصحراء المغربية وتوافقات مع المغرب على أن هذا الأمر هدك غدي بقى يعني أمر محظور وما غديش تطول عليه إسبانيا كما المغرب عودتاني كذلك عنده أمور مع إسبانيا اللي هي وضعتها كخطوط حمراء المغرب كذلك قال إسبانيا أنه ما غديش يتجوزها حتى اللي هنا والعلاقات ديال حسل الجوار مع إسبانيا ما زال يعني غادية في المستوى المطلوب وهذا الشهادة بشهادة ديال المسؤولين الإسبان أولهم رئيس الحكومة الإسباني تانيهم هو وزير خارجية المسؤول الأول على العلاقات الدبلوماسية ديال إسبانيا كذلك قد نضروع إلى المسؤولين المغربة ونمشي وكذلك تل صاحب جلال الملك محمد السلسة هو يعني كينوه بالعلاقات ديال إسبانيا والمغرب هادش هذا ما فيه شلوبس قد نضروع إلى ألمانيا ألمانيا الدليل رهبين كذلك توافقت مع المغرب اعتارفات كذلك بمغربية الصحراء ورجعت العلاقات كما يجيب فرنسا كتناور فرنسا ما خرجتش اللواقع واش فرنسا قدير هاد الأمور هدي حفاظا على العلاقات ديالها مع الجزائر واش فرنسا ما بغادش المغرب يفوت الجزائر يعني اللي كتخدم المصالح ديالها في شمال إفريقيا شنو هي الظروف اللي خلات فرنسا والملابسات اللي خلات فرنسا تقوم به هاد الأمور هدي ضد المملكة المغربية مع أنها كانت شريك الأول استراتيجي ديال فرنسا هنا بكل بسطة الإخوان إلى رجعنا التقارير اللي خرجت من فرنسا سابقا اللي كانت يعني من أجل يعني إيقاف تقدم ديال المملكة المغربية رأيها واضحة يعني هالتطور ديال المغرب ما بغادشوش فرنسا علش لأنه ما كيخدمش المصالح ديالها في إفريقيا عامتان وما كيخدمش المصالح ديالها كذلك خاصة في تعمال إفريقيا هنا بغاد يعني فرنسا لمستوى أنتع الدول ديال شمال إفريقيا يكون متقارب ما بين تونس والجزائر والمغرب وموريطانيا وهذا الشي هذا بان في التقارير اللي ما تحدثناش عليها احنا يعني كل شيرها كان واضح المغرب كي يرفضها الطريقة هذه المغرب دولة عندها سيادة ديالها وكتطمح أنها يعني كتطمح أنها يكون عندها مستقبل أفضل بحل قاعد دول ديال العالم ففرنسا ما شأنوها في أن المغرب يزيد القدام ويفوت الجزائر ولا يفوت تونس ولا يفوت فرنسا ما شأنوها في ذلك كل دولة وكتخدم على رأسها كل دولة وعندها أهداف ديالها وطموح ديالها كتبغي توصلها باش انت تتوقع تخدم باش تكبح واحد دولة وتحبس قطار تنمية ديالها هناك واحد اللبس كبير وما كان نظنش أن المغرب من دابة الفوق غادي يسمح به هات تصرفة هذه فالدليل عندنا لكم اليوم الإخوان هو أن الملك محمد السادس أنها رسميا مهام بنشعبون في باريس وخلاه واحد الفراغ ديبلوماسي اللي يأكد الأزمة الغير مسبوقة ما بين المغرب وفرنسا بنشعبون اللي من بعد ما أعطاه الملك ديال المغرب واحد المهمة يعني رسمية كلفوا بها ما كانش ساحب يعني ما كانش نها المهام دياله في كسافير في فرنسا وبقى يعني ما زال عندو ذلك صفة ديال سافير المملكة المغربية في فرنسا حالياً غادي جاء التصرف من المملكة المغربية تحديداً غنقول لكم التواريخ فوقاج وكل أمور باش تعرفوا بأن الرد ليس فقط رد الحكومة ولا البرلمان كما كيشوفوا البعض ولكن الرد هو على جميع المستويات على كل المؤسسات الحية ديال المملكة المغربية تأكد بشكل رسمي وجود فراغ ديبلوماسي في سفارة المغرب في باريس في غمرات الأزمة غير المسبوقة بين البلدين وذلك بعدما نشرت الجديدة الرسمية بلاغاً لوزارة شؤون خارجية والتعاول الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج صادراً بتاريخ 19 يناير 2023 يتم بموجبه إنهاء مهام محمد بن شعبون كسافير للمغرب لدى فرنسا بتعليمات من الملك محمد السادس ونشر هذا البلاغ في الجديدة الرسمية بتاريخ جوش فبراير 2023 أي بعد شهر من استقبال وزير الخارجي المغريبي ناصر بوريطة للسفير الفرنسي الجديد بالربط الذي قدم نسخاً من أوراق اعتماده بصفته سفيراً مفوضاً فوق العادل الجمهورية الفرنسية لدى الملك محمد السادس وذلك بتاريخ 30 دجنبر 2022 علماً أنه لم يحظى إلى الآن باستقبال ملكي وكان الملك محمد السادس قد عين بن شعبون مديراً عاماً لصندوق الاستثمار الذي يحمل اسمه وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 2022 في ظل فراغ ديبلوماسي في السفارة الفرنسية بالربط إثر إعلان مغادرة السفيرة السابقة إيلين لغال إلى بروكسيل لبدء مهامها الجديدة في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي تزامن مع تفاقم الأزمة بين البلدين بسبب ملف التأشيرات وكذا ضبابية الموقف الفرنسي في قضية الصحراء ونحن كنت حدثو على مشكلة تأشيرات قد نعود نرجع بكم الواحد القصاصة اللي كنت قلتها لكم الإخوان فمشكلة تأشيرات درتو فرنسا كان يجيب لها الله بأنها ذكاء منها درس مشكلة تأشيرات باش يعني تخفف من التوتر ديال عدم الاعتراف مغربية الصحراء رسميا كما قامت إسبانيا وباقي الدول الأوروبية وكذلك على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ما ينتظره المغرب من فرنسا فهو أكثر مما كان ينتظره من إسبانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية المغرب ينتظر من فرنسا أن تفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية المغربية المغرب ينتظر اعتراف رسمي ودعم يعني للمملكة المغربية داخل هيئة الأمم المتحدة من طرف فرنسا هذا هو اللي كان ينتظر وهذه التطلعات ديال المملكة المغربية في العلاقات ديالها مع فرنسا ولكن فرنسا خدمت بطريقة أخرى وهذا شيء هذا اللي كان اللي خلاها تخسر حاليا العلاقات مع المغرب مع أنها رهنات على العلاقات مع الجزائر ها هو واحد السفير ديالجزائر حاليا لا يتواجد في فرنسا واش سياسة ديالماكرون وصلت لهذا الضعف كامل لا هي عندها علاقات جيدة مع المغرب ولا هي حفظات على علاقات جيدة مع فرنسا مع الجزائر فطبيعة الحال هنا كنلقوا أن ماكرون في خسارة واش سحب السفير الجزائري من فرنسا يقدر يفتح الباب أمام إيمان والماكرون للاعتراف رسميا بمغربية سحراء كما فعلت إسبانيا هذا هو السؤال اللي كيف قمت روح وغذي نشوف تطورات قريبا في العلاقات ما بين فرنسا والمغرب لأن أصلا الجريدة الرسمية ديالجزائر خرجتك تتهم المغرب بأنه هو السبب في الأزمة ديال الجزائر وفرنسا مع أن الأمر لا دخل للمغرب فيه هو ما بين تونس وما بين فرنسا وما بين الجزائر فطبيعة الحال الإعلام الجزائري ضروري ما يحشر الأنف ديال المغرب في أي مشاكل كانت عن الجزائر كما كانت وندزو الخبر الموالي متعينينا الكرام ونحن نتحدثوه على أمر خطير للغاية والمنتظم الدولي يراقبوه بحضر إيران تبحث سرا عن اليورانيوم في الجنوب الجزائري لاش كتبحت إيران على اليورانيوم لأمور خطيرة جدا سنعرفوها حاليا بالتفاصيل علمت مصادر مطلعة أن عددا من أجهزة الاستخبارات الغربية تتابع بقلق حركة غير طبيعية في منطقة الجنوب الجزائري في الآوينة الأخيرة تتعلق بتحركات دعوبة من أجل استغلال مناجم اليورانيوم في مجموعة من المناطق الغنية بهذه المادة الثمينة وحسب المصدر ذاته فإن الأمر أصبح يشكل قلق للمنتظم الدولي في التنصيق الجزائري الإيراني بهذا الخصوص فقد ضربت القوات العسكرية الجزائرية طوقا على مجموعة من المناطق التي يرجح أنها تتوفر على ما يناهز سعود ستينطن من معدن اليورانيوم المخصب وتحديدا في تيمكاوين وأمبوكال وتيمفيل ويشرف على العملية خبراء إيرانيون متخفون في أزياء لباس طوارق من أجل التمويه على العملية الهدفة إلى استغلال اليورانيوم الذي يعتبر هدفا لإيران منذ مدة طويلة وهو ما يرجح تدخل الوكالة الدولية لمحاربة انتشار الأسلحة النووية للحيلولة على حصوله على هذه المادة الثمينة هذا الأمر هذا خطير جدا إيلا تبت فعلا حسب المصادر اللي وصلتنا أن هناك يعني بحث عن اليورانيوم في الجنوب الجزائري من طرف إيران فهذا دليل على أن الجزائر كتخول يعني للإيران أنها تحصل على مادة اليورانيوم لتطوير أسلحة نووية خطيرة جدا وهذا الأمر هذا ما كان ضنش أنه غدي مر مرون الكرام على المنتظم الدولي لأن حاليا العالم كله قلق في شأن الأسلحة النووية وكي حول حرب الأسلحة النووية يعني بجميع الأشكال وما بالك إلى إيران إيران اللي أصلا عليها عقوبات دولية عليها حصار عليها بزرد الأمور وتجي الجزائر وتفتح لها الأراضي ديلها باش تبحث على اليورانيوم وندسوا الخبر الموالي متابعين الكرام وأنا قد نذكركم بواحد الموضوع اللي لقيت فيه واحد نقد حاد جدا الإخوان من طرف المتابعين الكرام وبطبيعة الحال يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد من الود قضية وقلتها لكم مرارا وتكرارا وقلت لكم أنا أعطيت الرأي ديالي يعني وتقدر أن تكون فهمتي بطريقة أخرى وقلنا وشرحنا يعني الكلام ديالسيد متسيبي من الجزائر بالإنجليزية وقلنا لكم هو يعني بطبيعة الحال كان محايد نوعا ما ولكن الكلام دياله كان فيه لبس علاش لأن المغريب بطبيعة الحال ما نسحبش من الشان المغريب تمنعه من المشاركة في الشان ديال الجزائر فلتفتر التحمولات كيف يفرض على الجزائر أنها تسهل الولوج ديال المنتخب الوطني المغريبي بالناقل دياله الرسمي اللي هي الخطوط الملكية المغربية الجزائر رفضت هذا الأمر هنا موتسيبي كان كيه يضربوا طريقة اللي ما تطرقش لهذا الموضوع هذا نهائيا وقال أن غادين نتوفر الأمر وغادين نشوفه شكون غايتعاقب شكون ما يتعاقب ما يمكنش تدير المعتدي الظالم مع المعتادة عليه في نفس الكفة وتحكم هذا الشي اللي علقت عليه أنا ونجيب لكم الدليل على أن فعلا الأمر لم يروق الجامعة الملكية المغربية الدليل هو أن موتسيبي وصل للمملكة المغربية ولم يحظى باستقبال من طرف القجع اللي هو رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم هذ الأمر هذا أول مرة كي ترى في تاريخ دليل الموتسيبي أنه يجي للمملكة المغربية وما يتمش استقبال ديله من طرف فوزي القجع غاب فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استقبال جنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس كونفيدراليا الإفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة بمطار ريباتسالة الأخير الذي حل بالمغرب عشية مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي ستجمع فريق ريال مادريد الإسباني والهلال السعودي رئيس الكاف لحظة وصوله إلى المغرب وجد في استقباله طارق نجم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على غير العادة حيث دأ بفوزي القجع بمعية مستشاره محمد مقروف على تخصيص استقبال رسمي للمسؤول الجنوب الإفريقي ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين مؤسسة الكاف والاتحاد الكوراوي المغربي علاقة متوترة بسبب تداعيات عدم مشاركة منتخب الوطني المغربي خلال بطولة أمم إفريقيا لللاعبين المحليين الشان التي أقيمت بالجزائر هذا الأمر هذا الإخوان تحدثنا عليه قبل وقلناه قبل كما قلنا لكم وتعرضنا الواحد الانتقادات كي اللي قال لك أنت ما تفهمش كي اللي قال لك نطلب الاعتدار من السيدة لك دونتيه كل واحد وشنو قال فكما قلت لكم اختلاف في الرأي لا يفسده من الودي قضية والأيام بيننا كما قلت لكم الأيام بيننا هي اللي غادي تبينه هذه إشارة من الإشارات اللي كتدلع لأن الجامعة الملكية لكورة القدم لم تكن راضية عن الحديث ديال موتيبي في نهائي شان الجزائر أما رئيس الفيفا بطبيعة الحال فاختار أنه يرد على الصحف الجزائرية اللي خرجت بافتراءات كتقول أن رئيس الفيفا غير راضي على التنظيم المغربي ديال الموندياليتو فاختار أنه يرد عليهم بهذه الطريقة هذه رئيس الفيفا يرد على الصحف الجزائر بطريقته الخاصة ويأخذ ودية مع فريق القجاع في اللحظة اللي جاموا تسيبي وما لقاش القجاع في انتظاره فالقجاع كان عنده ماتش ديال الكورة مع رئيس الفيفا بعد افتتاح مونديال الأنبيا الذي تغيب عنه جيانين فانتينو عن الحضور لأسباب مهنية سبق وأن كانت محور بلاغ للفيفا خرجت الصحف الجزائرية والتي تخصصت هذه الأيام في مهاجمة المغرب لتطلق الأكاذيب والإشاعات التي تثير الشفقة على كتابها ومروجيها صحف الجزائر عنوانة غياب رئيس الفيفا عن حضور افتتاح المونديال بأنه خصام بين القجاع وإنفانتينو وبأن الأخير يفضل إقامة كان 2025 بالجزائر عوض المغرب وليس راضيا على تنظيم المغرب للبطولة العالمية وهلوم مجرى من الخزع بلاس التي لم يصدقها حتى كاتب تلك المقالات بنفسه فهنا الإخوان خرج السيد إنفانتينو وحط صور دياله وهو يعني كيخوض مباريات مع القجاع واخد راحته كما يجيب في المملكة المغربية فهذا هو الرد دياله على هاد الأكاذيب والأقاويل ديال الصحف الجزائرية التي تخصت رسميا باش تهاجم المغرب والمملكة المغربية أخيرا متابعنا كيرام أن تحدثوا على إسبانيا اللي وقفت جميع الرحلات البحرية مع ميناء طنجة المتوسط أعلنت سلطات ميناء الجزيرة الخضراء صباح ليوم الجمعة عن إيقاف جميع الرحلات البحرية والحركة الملاحية بين كل من ميناء طريفة وواسبتة وناظرهما طنجة المتوسط وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية أعلن الحساب الرسمي للميناء بتويتر أن الاضطراب الجوي الحاصل في البحر الأبيض المتوسط جعل السلطات توقف حركات ملاحة مع ميناء طنجة المتوسط إلى حين تحسن الأحوال الجوية يعني ما أعطوش واحد تاريخ محدد اللي غادي تنتهي فيها التعليق دي الرحلات بل خلوها مفتوحة إلى حين تحسن الأحوال الجوية يعني حاليا ما غاديش يكونوا رحلات حسب ما ورد في موقع تويتر الخاص بميناء الجزيرة الخضراء ما غاديش يكونوا رحلات بحرية خاصة للميناء طنجة المتوسط ولا هاد الميناءين الآخرين اللي هو طريفة وكذلك سبتا ما يكون حتى شي رحلة وفعكس أن ميناء طنجة المتوسط لم يعلق على الأمر نهائيا وما أعطوا حتى شي توضيح فقط ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طريفة وما اللي أعطوا هاد التوضيحات اليوم الجمعة صباحا هذه هي أخبار دي أنا كانت اليوم متابعنا كرام تمنى تكون ناد الإعجاب دي لكم ولا بطبيعة الحال كيهمكم المحتوى منسوش التعليق دي لكم مهمة جدا اقتراحاتكم للمحتوى لكي نحسن أكتر من العطاء في هذه القناة وإلا كنتوا أول مرة قد تشوفونا ما تنسوش الشراك دي لكم معنا في القناة دائما كنجيوا بآخر الأخبار وآخر المستجدات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم